السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين كرام أهلا ومرحبا بكم أهلا بكم في برنامج أرق نفسك أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها وبيوت المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين ويقين وإياكم شر الصحر والدجالين والمشعوذين معي ومعكم فضلية الشيخ صالح سعد أهلا ومرحبا شيخنا الكريم مرحبا شيخنا ربنا باري في حضرتك ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بالعالمين وإياكم شيخنا ربنا باري في حضرتك اللهم أمين وفيكم بارك الله ورب العالمين موضوعات كتيرة عايزين يتكلم فيها بس أهمها النهاردة مع مشاهدين كرام شيخنا الكريم كتير من الناس بيقولوا احنا بنسمع أو متعرض البعض لسحر التفريق بين الزوجين ناس الله السلامة هل هناك فعلا سحر يسمى بسحر التفريق وهل له أعراض ولا هل المسألة بتبمشة ازاي يعني ربنا باري في عمر الله يحفظ شكنا بارك في حضرتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله عز وجل في سورة البقرة آية 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى أن قال سبحانه بحمده فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذه الآية دليل على أن هناك سحر يسمى سحر التفريق حديث البخاري ومسلم صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ له أنه أتى أهله ولم يأتهن صلى الله عليه وسلم سحر التخيل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم هذا فيما يخص أمور النساء فيما يخص أمور النساء إذن سحر التفريق ثابت طيب أعراض سحر التفريق شيخنا قبل الأعراض مع زارة الشيخنا الكريم بما يخص النساء يعني سحر التفريق يعني الساحر أو الدجال بيصنعه او بيقوم بهذه الاعمال للنساء فقط يعني ما تعملش للرجال لا للرجال والنساء قد يسيب السحر الرجل وقد يسيب السحر المرأة وقد يسيب المرأة والرجل الاعراب بتؤكد هل السحر للمرأة ام السحر للرجل قام يسميه البعض سحر الربط او سحر عدم اتيان الزوج زوجته ده بيسمى باسماء عديدة لكن هو اسمه سحر التفريق قام ورد في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة وزوجه سحر التفريق له مسميات كثيرة لكن الاعراض الشيخنة هي التي تؤكد هل الرجل هو المصحور ام المرأة هي المصحور على ثبيل المثال لو ان المرأة هي التي طبغت زوجه لو ان المرأة يحدث لها اثناء وجودها مع زوجها نزيف لو ان المرأة كلما كانت زوج بالخارج هي سعيدة وما فيش اي مشكلة وعاش حياتها طبارك الله عند العودة عند العودة يبدأ الخنقة ويبدأ بقى الصداع ويبدأ الألم اذا لو حدث هذا اذا المرأة هي المصابة بالسحر طب لو حدث للراجل كثيرا من الرجال لو يحب ان يذهب الى البيت عايز طول اليوم طفشان على طول طفشان كما يقوموني بر البيت اذا السحر له اعراض سواء للراجل او للمرأة احيانا بعض احد الطرفين يشعر بي يعني البعد هو مش عارف يتكلم حتى مع الزوج بعضهم لا يستطيع النظر في وجه زوجته بيسموه شخنا الخرص الزوجي احيانا احيانا هذا علميا علميا عند الاطباء النفسية لانه مش كله اكيد مش هيكله بمس يعني في احيانا هو كاره بعض التصرفات هي كاره بعض التصرفات لكن في اعراض هنفرق من الناحية النفسية فيها جميل وبين ان ده سحر تفريق عشان مش كل واحدة مدائم الجزء هيبسح مصحورة مصحورة لانه ممكن يكون ان هي اصلا كاره تصرفاته او العكس ناس الله السلام اللهم امين طيب نقول الاولى اعراضة يا شيخنا وبعدين نتكلم في الجزء النفسي بطريقة بسيطة يعني عشان لانه نشقه على الناس حتى بعض الناس بيبقى في خلط شايف ان المسألة فيها خلط وهو مش عارف يروح تراقي او يروح لطبيب نفسي واحنا في الاخر بنقول ارقي نفسك يعني انت تعلم كيف ترقي نفسك الاعراض يا شيخنا كما ذكرنا الخنقة من الزوج او من الزوجة الشك والشك ده احراج ضعه ضع تحته خطوط كثيرة جدا من الرجل من الرجل لزوجتي اول عكس اول عكس الشك احيانا الزوج طول ما هو موجود في البيت صدام نرفزة غضب احيانا يصدر من الزوج او من الزوجة رائحة كريهة بدون سبب احيانا بعضهم يصاب مثلا بالصداع الشديد عند وجود اللي الطرفين موجودين يعني لو هو برا البيت ما فيش اي صدع يدخل البيت يبدأ الصداع ويبدأ الخنقة ويبدأ الزهاء بعضهم يرى كوابيس في الاحلام بعضهم يرى الزوج في منظر قبيح او الزوجة في منظر قبيح اثناء اثناء النوم اذا الاعراض دي لو بعضها موجود نبدأ نقول هل ده سحر ولا حالة نفسية طيب الفيصل بسهولة بسهولة يوسر اللي شاكك ان هو مسحور او عنده مرض نفسي يعرض نفسه على الراقية بمعنى يا شيخنا ان انا بشتكي من اعراض معينة طيب رحت الطبيب قال اكتئاب رحت الشيخ قال انت مسحور طيب الفيصل ان انا اسمع القرآن طيب عنده سماع القرآن بتبدأ الامور تتضح هل هو فعلا عنده سحر ام هو مريض نفسي فعنده سماع الرقية او قراءة سورة البقرة او المحافظة على صلاة والاخر بيبدأ الانسان يتحسن يبقى فيه راحة نفسية يبقى فيه بعض الاعراض الموجودة فمع قراءة سورة البقرة بتبدأ تتساقط يعني يبدأ العلاقة تبقى طيبة يعني افتكر في حالة من الحالات كان فيه حد كنا عمانون ورقية اسرى زوج وزوجة فبعض فترة تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك الامور تحسنت فالزوج بيقول لي ان زوجته بتقول له الشيخ ده عاملك سحر محبة خليك تحبيلي يعني هم كانوا واعين في بعض نعم ومعنى لك رقيتهم نعم بفضل لا الفضل لا ارجع لله اسباب يعني انما هي قلبة المسألة له ده سحر محبة طبعا سواء سحر تفريق او سحر محبة اسمه سحر نعم وحكمه انه حرام نعم نعم برك الله فيك السمير يا شيخنا الله يحب الله فيك فالعراضي انه وجدت نعرضة في سنة على الرقية طيب السحر التفريق يا شيخنا احيانا بعض الاخوات تصاب بالنزيفة سلم يا الله والاساس هو التفريق الاساس هو سحر التفريق سحر التفريق قد يؤثر على البصر بعض الصحراء بيعمل التلاصم على البصر وده نوع من انواع التخيل كما حدث لسيدنا موسى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى سيدنا موسى رأى العصر بقدر الله حية احيانا سحر التخيل يكون على البصر سحر التخيل على البصر بالتفريق بس ما رأاه سيدنا موسى كان حقيقة نعم نعم مش سحر مش خيال لا لا حقيقة نعم السحر التخيل على البصر يؤدي إلى أن الزوجة ترى زوجها بشكل مش طبيعي بشكل مش كويس بعض الأخيات تقول كلام غريب جدا أنا بشوفه له قرون وشوفه قرد والعذب الله يعني تراه أو يراها على غير الحقيقة يعني بنظر فيه قبح والعذب للعذب نعم على غير الحقيقة أحيانا السحر التفريق يكون على القلب بالعقد على القلب والعذب الله ده للكراهية لأن القلب هو محل الحب والقراهية طيب لو السحر ده على القلب يبقى فيه بغض يبقى فيه بعد كل ما الزوج يقرى بالأخت تبعد أو العكس كل ما الزوج أتقرى بالأخ يبعد يعني كره بلا أسباب كره بلا سبب طب كرهها ليه معرفش كرهها ليه معرفش أنا فجأة كده هو في نفور من الطرفين نعم أو من أحدهما نعم أحيانا الشيخ نتلاقي الأخت تطلب الطلاق يعني كثيرا من الحالات الأخت تطلب الطلاق الأخ يقول لأ أنت طلبت يقول لأ أنا لما أطلب الطلاق أنا مقولتش طلق نيجي نعمل روخية تلاقي مين بيقول طلق الجن الجن لما يحضر هو اللي بيقول طلق طب الأخ مش قادر يفرق هل هي الزوجة اللي بتتكلم أم الجن طيب لو تكلم الجن وقال طلق الأخ بيتصرع أحيانا هي لطلبة الطلق فأحيانا تحدث أمور كثيرة جدا لما نجل يتناقش فيها لا أنا ما عملتش يعني ممكن الأخت تصرف تصرفات معينة طب يزوجة قلها أنت عملتك تقول له أنا ما عملتش طب إزاي أنت قلت كذا لا أنا ما قلتش فيه إنكار نعم فيه إنكار فحضور الجن على الجسد بيخلي الإنسان يتصرف تصرفات وده ثابت حضور الجن على الجسد كما قلت ابن تيمية وابن قيم وغيره من أهل العلم أن دخول الجن أو حضور الجن على الجسد وقال بالنص دخول الجن للجسد لا ينكره أحد من أهل السنة بل هو ثابت باتفاق أهل السنة دخول الجن للجسد فحالة الدخول إذن الجن يتكلم بما أنه دخل يعني دخولك يعني الجن يسكن داخل جسم الإنسان نعم ده مس حقيقي ولا بيبقى تأثير من الخارج مس حقيقي لأن في ناس بتقول إزاي يعني دول ثقلان فإزاي عالم كيف يدخل هذا في ذات يدخل في عالم وده لي عالم وده لي عالم فإزاي يحدث المزج لكن نكمل الأعراض وبعدين ننقش المسألة دي إذن هذه الأعراض وغيرها بقى كثير جدا شخص يعني مثلا على تبيل المثال إن المصاب بسحر التفريق تلاقي مشاكل مع الأولاد تلاقي الأخت أو الزوجة أو الأم تنفعل جدا على الولاد تضرب في الولاد طيب تضرب فيهم دي هي مش عارفة إن هي إيه السبب في الضرب تنفعل على الزوج أحيانا والزوجة ينفعل عليها المشكلة ممكن تكون فيه مشكلة كبيرة بسبب حاجة تفهة جدا طيب وانت مش بتحمل لي كلمة لي كما تقول الأخواتي هو مش تحمل كلمة والأخت نفس الأمر برضو حاجة تفهة جدا ممكن تحلل بكلمة بسيطة لأ يحصل فيها مشكلة كبيرة طيب الأعراض دي إن وجدت يبقى فيه سحر تفريق طيب سحر التفريق ده زي قلت لحضرتك لو هو موجود أحيانا قد يكون موجود على العقل أحيانا قد يكون موجود على القلب أحيانا قد يكون على الرحم وليعذب الله وقد تتسبب أحيانا في الإسقاط قد تتسبب أحيانا سحر التفريق هو عايز الجن يفرق بأي وسيلة سواء كان بالبغض أو بالكرهية أو بالنزيف أو بالإسقاط أو بعد من إنجاب أحيانا بقدر الله عزيزي لذلك إلا بإذن الله إذن سحر التفريق له أنواح كثيرة جدا لكن هو المسمى سحر التفريق الجزئية الأحراك ذكرتها في موضوع دخول الجن المس طيب إحنا عندنا نوعين من المس شخص كما نقول أهل العلم فيه مس حقيقي دخول الجن الجسد وفيه مس خارجي فيه مس خارجي الأدلة على ذلك كثيرة جدا قال الله سبحانه وحمده واذخرا عبدانا أيوب إذن نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب العلماء قالوا النصب والعذاب هو الوسوسة والإغواء والفقر وأزى الأولاد لأن الشيطان تسبب في مرض سيدنا أيوب بقدر الله عز وجل تسبب في أزى أولاد سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام يبه هنا مس خارجي هنا مس خارجي قال الله عز وجل الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون طيب إذن هذه الآية يقول بعض أهل التفسير دليل على أن الجن يصرع الانس ودليل على شدة الغضب ودليل على الخنق هذه الآية وhindنا الآية ذكرت في سيدنا أيوب وهذه الآية عندنا قول الله عز وجل في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يضحبطه الشيطان من المس قال العلماء هذه الآية دليل وحق قوية جدا على دخول الجن الجسد وعندنا ثلاث آيات تؤكد على دخول الجن الجسد عندنا قول الله عز وجل في سورة الجن إنه كان رجالهم من الجن إنه كان رجالهم من الإنس يعوذون برجالهم من الجن فزايدوهم رحقا قال العلماء الرحق هو الخنق الذي يؤدي إلى الصرع الخنق هو الذي يؤدي إلى الصرع الجن يعمل خنق للإنسان ويبدأ من الخنق دي يحصل مسألة الصرع وابن القيم قال الصرع صرعا صرع من الواحل خبيثة أي من الجن والشياطين وصرع مرض عضوي زيادة مرض عضوي والكرتوبي عليه رحمة الله وغيره من أهل التفسير قال آية الربا دليل على فساد إنكار من أنقر دخول الجن الجسد القرطبي قال هذا الكلام قال هذه الآية آية الربا دليل على فساد إنكار من أنقر بدخول الجن جسد الإنس فساد الرأي يعني نعم فساد القول من وجهة نظر أو رأي الإمام القرطبي نعم وابن تيمية عليه رحمة الله نقل الإجماع قال إجماع أهل السنة والجماعة بدخول الجن جسد الإنس عندنا قول العزال في صورة الناس كل أعوذ برب الناس مالك الناس إلهي الناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس قال أهل التفسير قال أهل العلم في الصدور معناها دخول الجن جسد الإنس الوسوس من الداخل وقال ابن القيم إذا اشتدت غفلة الإنسان ولج الشيطان القلب يعني مسألة المس أو دخول والعياذ بالله الشيطان جسد الإنسان بعد إذن الله عز وجل متعلق بالغفلة الإنسان الإنسان يقذ عنده أذكار ويحفظ على الصلوات ويقرأ القرآن وصورة البقرة ومتحصن يعني إلا أن يشاء الله ما أنا أريها في عينك وأنا أعيز أقولها إلا أن يشاء الله لأنه ممكن واحد يعمل كل هذا ويصاب بقدر الله ليس بالمس بما شاء الله وهذا قول بعض أهل العلم أن الجن قد يصيب الصالح والطالح يعني قد يكون إنسان محافظ على الصلوات لكن ربنا قدر لكن يرجى سلامة الصالح نعم من هذا المس بإذن الله تعالى كل شيء بإذن الله يعني وما ربك بظلام للعبيد إذن هذه الآيات الخمس تؤكد على دخول الجن بالجسد طيب السنة هل في حديث السنة تؤكد على دخول الجن بالجسد؟ قال بعضها العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق قالوا هذا مس داخلي إذن الشيطان داخل الجسد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعثمار بن العاص رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أرى في صلاتي يعني فيه شيء بيحدث له في الصلاة لا يدري ماذا صلى النبي صلى الله تفل في فمه وقال أخرج عدو الله يخرج من إينا شيخنا؟ من جسدي من الجسد هذا ذليل على مفهوم الخروج نعم ظاهر ظاهر النص أن الجن داخل الجسد قال أخرج عدو الله خرج الجن طيب عندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي جاءت بابنها الصبي قالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق منذ أن ولد وهو يخنق يعني من أول ما تولد هذا الصبي وهو يخنق تفل النبي صلى الله عليه وسلم في فمه وقال أخرج عدو الله فإني رسول الله جاء حديث ثابتة صحيحة نعم ثابتة صحيحة بإذن الله هذه بعض الأدلة التي أوردها أهل العلم في مسألة دخول الجن الجسم عندنا أيضا حديث أعطاء قال قال لي يا ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قال نعم قال هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أسرع وأتكشف فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصبر ولها الجنة وبين أن يدعو لها قالت أصبر يا رسول الله لكن أدعو لي ألا أتكشف بعض العلم قال هذا الحديث دليل على الصرع وهذا الحديث في البخاري دليل على صرع الجن للإنس لكن الحديث الأخير البعض يقول ما الدليل على أن هذا صرع مس نعم ما ممكن يبقى تأثير من الخارج لأن بعض أهل العلم أيضا يقولون بالنفي يعني ينكرون لم يقول هذا إلا المعتزلة المعتزلة نعم وفي زمننا هذا بعض من ينكر نعم يعني يقولون إزاي ده عالم وده عالم وإزاي جسد يدخل فيه جسد نعم والبعض أنا سمعته أقول أن أنه بيخترق الهالة نعم اللي حاولين جسد الإنسان فبيأثر فيه فبالتالي ممكن يأثر على يعني كهربة المخ على بعض الأمور فبيصاب كذا أو يصاب بالشلل مؤقت أو بالعمل قدر الله أو يشعر بأن أعضاؤه لا يستطيع أن يتحكم فيها السؤال الذي يطرح نفسه ممكن أقول حاجة شيخ نتفضل أمور في قول الله عز وجل نعم فزادوهم رهقا قال بعض أهل التفسير الرهق هو خفة العقل الرهق هو خفة العقل إذن هذا الكلام يؤكد على أن الجن يؤثر فيه في العقل الممسوس سواء كان مسا خارجيا أو مسا داخليا يخلي بيعمل تصرفات غير طبيعية نعم شيخنا القضية دي عندما تطرح الذين ينكرون هذا طيب إحنا القضية عندنا الهدف عندنا الإنسان يكون سليم صحيح سليم يارب طيب إذن شيخنا هل اللي همنا إن الشخص يبقى سليم لأن المسي داخلي ولا خارجي طيب لو أن الجن داخل الجسد والإنسان بفضل الله يصلي ويصوم ويتعبد العزال وحياته تبارك الله اللهم بارك زي الفرق أظن إن في ناس كده في ناس كده طيب إذن القضية مش قدير دخول وخروج المسي سيدنا أيوب أو تسبب الشيطان في آزل سيدنا أيوب ضرر فضيع جدا إيش المرض والفقر وموت الأولاد بقدر الله عز ولك كله بقدر الله نعم يقين هذي قاعدة شيخنا هذي قاعدة هي كلام من كل الشيخنا مندرك تحت هذي القضاء تحت القضاء لكن القضية هنا إن قد يكون المسي خارجي ويؤذي أكثر من المسي الداخلي المسي الداخلي قد يكون الجن داخل الجسد مع كفرة القراءة والعبادة يقين الشيطان لا يستطيع أنه حتى لا يستطيع الوسوس شيخنا أحيانا قد يكون المسي خارجي ولا يؤذي الشخص نفسه لكن يؤذي الأولاد نحن دايما نقول للناس كده أي إنسان عنده مشكلة من الجن يحافظ على أولاده كويس جدا جدا الأوراد والأذكار نعم يحصن الولاد لأن طول ما فيه شيطان في البيت يا شيخنا يقينا بتلاقي أذى للأولاد سواء كانت بنت أو ولد أولا أحيانا بنلاقي بعض البنات اللي هي مثلا في سن البلوغ أو في سن الشباب أو مقبلة على الزواج نلاقي مشكلة في بداية الزواج هي كل ما حد يتقدم للخطبة البنت يحصل مشكلة بقدر الله لا تتم هذير خط طيب لما نيجي نعمل رقية للبنت لو حضر الجن هذه المقولة بقى نسمعها كتير جدا نشاهل الجن بيقول جملة كده مشهورة لما نقرأ على بنت صغيرة يقول إيه أحيانا الجن شضر البنت دي أنا معها من هي طفلة صغيرة يعني إيه شيخنا يعني هو موجود قد يكون مع الأم الجن قد يكون مع الأب قد يكون في البيت أصلا مس خارجي موجود موجود ويصيب الأولاد ونيجي نشتكي بعد جده البنت مش عارفة تتجوز يعني اللي أم بيقولوا عليهم سكنين في البيت مثلا لها سغير العمار لها العمار مع القراءة خلاص بفضل الله ينصر بإذن الله بيخرج بيأكل بسم الله بإذن الله بإذن الله كله بينفض الفراش سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم بيطرف الثوب قبل النوم أسكار الصباح المساء أسكار النوم نعم كده هو بيقولي معي ثلاث دقائق لا حول فالوقت بيجري بسرعة الأعراض دي كلها شخنة عشان الناس برضو لا تتوهم ولا تخاف من الجنة أو المس يعني هل بتأخذ في العلاج وقتا طويلا يعني الإنسان لو قدر الله أصيب بهذا المس سواء كان خارجيا أو داخليا نعم إن سلمنا بهذا وهكذا الوقت بقى يعني هل يأخذ العلاج وقتا طويلا أم مجرد رقيا مرة مرتين مع المحافظة على الصلوات يعني الوقت بيكون قدير تقريب من بيأدي الشفاء مولانا الله ربنا قدر الشفاء قد يشفى أو لو ذهب لساحر والعزب الله وهذه فتنة يعني بعض الناس اللي يذهب للطبيب ويأخذ الأدوية ويشفى بإذن الله بعض الناس يذهب مرة يعني فيه بعض الإخوة والأخوات يأتي مرة ويقول لو وضب على كذا 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 أخذ هذا البرنامج يمشي عليه قرأت سورة البقرة إلى أذكار قيام الليل الاستغفار بحقالة قرأت الرقيا صباحا ومساءا حافظ على ابعد عن الزلوب المعصي بفضل الله هي مرة أحد بفضل الله هي وشفى بإذن الله بإذن الله وارد إن أنا أقرأ مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وربنا مخدر الشفاء وهذا دليل خير إذا اشتد البلاء فعظم الأجر سواء كان في الدنيا أو في الأخيرة على الإنسان أن يصبر يبترى المرأة على قدر دين نعم كما قال يصبر عسلم المرأة السوداء اصبري ولكن الجنة نعم إذن الصبر على هذا الصرع كان سبب في دخول هذه المرأة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم يبا مسألة الشفاء هذه من عند الله عز وجل نعم وإنما هي أسباب الشيخ الذي يرقي أو هو الذي يرقي نفسه أو زوجها يرقيها أو هي ترقي زوجها أو يرقي أحدهم يعني أبناءهم نعم ده متعلق بالشفاء من عند الله عز وجل سبحانه وإذا ما رقته فهو يشفين سبحانه وتعالى وعز وجل سبحانه وتعالى فيقن يكون في الله أولا وأخيرا نعم نعم شيخنا كريم أيضا المسألة بتاعت الإنسان كيفة عشان في الدقيقة الأخيرة يحصن الإنسان نفسه من هذا الأمر وهل الأذكار أذكار الصباح والمساء مع المحافظة على طبعا صورة البقرة وأيت الكوسي والإنسان يبقى على وضوء ويعني يعني قدر المستطاع لا يرتكب الذنوب هل هذا يكفي للتحصين من المسأ أو من الشياطين شيخ الكريم الله أحفظ الشياطين بفضل الله احنا ذكرنا مرارا وتكرارا الحاجات بفضل الله بدأ البعض المشاهدين يحفظ هذه التحصينات بفضل الله عزه نعم التحصينات شيخنا تبدأ من الصلاة ثم السنن ثم الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار مع بعض الصلاة هذه الأذكار يقول بعض العلم أشد في التحصين من صور يأجوج مأجو حالك متخيلة شيخنا صور أمامي وخلفي ويمين ويسار أشد في التحصين من صور يأجوج مأجو يقول بعض العلم فهذه الأذكار من حافظ عليها جعل عزل أموره ميسرة أموره ميسرة بعض أهل العلم يقول فهذه الأذكار سبحان الله من واضب عليها وحافظ عليها سبحان الله هي وقايا له كالدرع ابن القيم يقول حتى يعود السهم إلى رمي يعني هي درع تحفظ الإنسان بفضل عزل إن واضب على هذه الأذكار قراءت سلوة بقرة شيخنا الأدلة فيها كثيرة جدا وأظن أن بعض الناس بدأ يحفظ هذه الأدلة بفضله فقال لهم صلى الله عليه وسلم البقرة أغذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحر والأدلة كثيرة فيها بارك الله فيكم الله يحفظ الشيخ صالح سعد اللقاء مش عايزه ينتهي لكن المخرج عماله طبعا المشاهدين الكرام أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظكم بحفظه ويحفظ المسلمين جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربها للسؤال الاستفسار للحجز في مركز القرآن الكريم للرخية الشرعية الشيخ بيكون موجود يوميا جزاء الله خيرا من الخامسة مساء حتى التاسعة مساء المكان طبعا عدل الخميس والجمعة الشيخ مبيباش موجود في المركز فأي حد عايز يستفسر عايز يحجز عايز يتواصل مع فضل الشيخ صالح سعد حفظه الله الأرقام موجودة على شاشة الشيخنا كان جزاكم الله خير مشاهدين الكرام متعكم الله الصحة والعفية ونفعنا الله بعلمكم نفعنا الله بعلم شيخينا الكريم هذا وبالله التوفيق سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته